انت طول عمرك مدافع بس في الفقرة دي هتكون فروض جاهز؟ جاهز يلا نقول اول سؤال؟ يلا بطلة مصرية حصلت على اثنين مداليا زهبية في العدو بدورة العب البحر المتوسط في العدو ايه؟ عدو ايه مئة متر امتين متر مش ايلين رقم او المسابقة اللي بتلعبها يعني؟ اخيات المية والمية ايه؟ اه في بسانت حميدة برافو اه هي صح؟ تمام صح؟ اه تمام اه مين ابطال فيلم اربعة اتنين اربعة؟ اه دي بقى انت لعبتي اه سامير غيانم طبعا ويونس شالبي واحد سيف اه هاي اه في ناس كتير في الفيلم صاحب اول هدف لمصر في كاس العالم اول هدف لمصر في كاس العالم؟ اه دي صحبة شوية لان طبعا اكيد مش الكابتن لان كان فيه كاس العالم في الستنات تقريبا لعبنا فيه بس مش فكرة سنة اربعة وثلاثين اربعة وثلاثين لا مش عارف صراحة لان مكذبش كابتن عبد الرحمن فوز كابتن عبد الرحمن فوز صح السؤال لبعده مين صاحب اول جول للأهلي في كاس العالم للاندية؟ اول جول للأهلي في كاس العالم للاندية دي مش هينفع تضيعها لازم تجيبها جول كان محترف اسهلها لك كان محترف صح بالزبط في الفقرة دي انت سوابت ثلاث اهداف وضع عليك جول بس احنا لسه فيها فقرة هجوم بيبقى انك ان كنت فرود في الاسئلة اللي فاتت خلينا بقى ايه نخش على الهجوم اللي احنا فيه دلوقتي ليه اخترت نادي فيوتشر تحديدا يعني يمكن انا ما كنتش بفكر انه نخرج عارة برضو علشان في ناس برضو فاكرة ان النادي الاهلي هو اللي خرجك او هو اللي طلب منك خالص بصراحة النادي الاهلي يعني ما اللي حصل عليها ضغط ولا اي حاجة خالص هو حصل ان تقدم عرض فيوتشر وعدت مع المسؤولين في النادي فيوتشر وحسيت ان الناس بتعمل مشروع كويس جدا وبتعمل فرقة كويسة وبتعمل مكان كويس وعايزينك تبقى كابتن للفريق وعايزينك تبقى مشارك معهم في المشروع ده ان هم يعملوا حاجة كويسة يعني نادي فيوتشر نادي جديد ليه ما فكرتش انك تروح نادي جماهيري زي مثلا الاسماعيلي الاتحاد يعني اسباب كتيرة لان اول حاجة المسؤولين اللي في النادي انا اعرفهم كويس وليه علاقة بيهم ففكرة ان احنا متساجمين او نعرف بعض ده كان بالنسبة لي حاجة مهمة الحاجة التانية الاسامل اي الى الفريق بدugh يتعاقد معها او اللي اتقلى ان الفريق هتتعاقد معها كانت اسنينها كلها مميزة من اول يعني على مستوى الفريق كله اللاعيبة في ناد 지ن Dame المهم من النادي الأهلي كانت لعبها مميزة الحاجة الثانية الاستقرار اللي كان موجود في الفريق مع وجود الكابتن علي ماهر وكان مدير الفني الفريق персонажắng قابله كابتن محمد يوسف بعد جده شجعني لأن يصبح موجود لأن الكابتن علي ماهر م traumat pinch كان موجود ein بالعلاقة له كсاتم وما بيننا وكانت نحمد يوسف ضربني في الاهلي ومدرب كبير وجود الكابتن علي ماهر برضو بعد جدا شجعني ان انا بقى موجود لان الكابتن علي ماهر برضو ضربني في الاهلي وكان موجود في قطاع النشئين وعلى علاقة بيه فدي كلها كانت اسباب بالنسبالي شجعت ان انا بقى موجود الحاجة التاني زي ما قلتلك لعيبة مميزة كتير جدا موجودة في نادي فولشر نجلس ادارة ناس كلهم محترمة على اعلى مستوى وفعلا كانوا حابين يعملوا حاجة فحسيت ان في منظومة كويسة فيها عناصر نجاح فكان كار الحمد لله يعني موفق وده اللي حصل بعد كتب فاول سنة خدنا بطولات خدنا بطولة الكسر رابطة وصعدنا افريقيا وده كان حاجة جديدة على النادي من انت تسعد فاول سنة بتشارك في الدور الممتاز لبطولة افريقيا الكونفدرالية والحمد لله عملنا السنة دي انجاز بوردو كويس عادنا نظر المجموعات فالحمد لله الامور مشى كويس والتخطيط اللي انت كنت مخططه اللي انت تروح مكانه تبقى مؤثر فيه وتنجح الحمد لله ده حصل على الارض الواقع يعني طب ايه رأيك في الناس اللي بتقول ان لعيبة النادي الاهلي لما بيروحوا اندية تانية لما بيجي لعبوا النادي الاهلي بلعبوا بمجهود اقل يعني هو كلام خايب يعني ده بيتقال على عائلة الزمالك اللي بتمشي من الزمالك او العائلة الاهل اللي بتمشي منه كلام خايب وبعدين دلوقات في حاجة في بعض الصفحات او بعض الحاجات على السوشيل ميديا هي هدفها ان الامور تفضل كده الامور تفضل فيها فيها كلام فيها فتنة فيها تخوين فيها ده هدف لان طول ما الامور مشى كويس الناس دي مش هتشتغل فدائما لازم نطلع كلام على لعيبة على مسئوليين على ناس دائما يبقى فيه كلام وفيه احداث عشان يفضل دائما الاحداث سخنة وما تفضلش الناس كويسة وتفضلش الناس الامور هادية ومستقرة فدي فيه يعني موضوع فيه نوعيات مهانة على الميدي هدفها كده لكن على الأرض الواقع كل ده كلام خايب يعني ما استحقش التعليق أصلا طب قولي كده إيه أسهل إنك تكون كابتن نادي فيوتشر ولا كابتن النادي الأهلي طبعا الأندل النادي الأهلي نادي كبير والجمهارية والضغوط فيه أكتر فالموضوع في النادي الأهلي بيبقى أصعب الضغوط في النادي الأهلي أصعب انت وارك جمهور كبير بالملايين بيشجع ناديك وعايزك تبقى رقم واحد وتكسب وعايز نشوف رئيته في أحسن صورة دايما فالضغوط أكتر في النادي الأهلي طبعا طب لو جمهور النادي الأهلي انتقد كابتن سعد سامي يا ترى أنت بتزعل ولا بتحس لا تمام ما فيش مشكلة ده جمهور النادي الأهلي بتقبله ازاي أو بتعمل مع الموضوع ده ازاي ما فيش حد ما بيزعلش من المجد أي لعيب بيزعل لما بيانتقد أو بيزعل أنه بيمر بفترة مش كويسة أو بيزعل أنه هو الجمهور بينتقده لكن هو دلوقتي بقى فيه شكين بقى فيه شك بتشوفه في الملعب نوعيته الجمهور اللي في الملعب ده الجمهور اللي انت تعرفه وان انت اللي تربط عليه اللي بيجي شجعك طول 9 دقيقة اللي بيجي بقى في ظهرك اللي بيجي معك وانتا كويس وانت وحش معك أهم حاجة عنده الفيرة تكسب وتظهر نوعيات للسوشال ميديا فبقى فينا فيه اختلاف شوية بين النوعيتين فيه السوشال ميديا كل تصرف محسوب عليك كل كورة كل باصة الماتش محسوب عليك اليوم ماشي بيومه تقييم على الميديا اليوم ماشي بيومه غير جمهور الملعب أو جوم الرابطة بتاعتنا أو الالترس المكان موجود أو الجماهير اللي تملى المدرج وبتشجعك وتيجي تغني أغاني النادي الأهلي وتيجي تغني الأغاني بتاعتهم والدخلات الحاجات دي كلها كانت بالنسبة لها هو ده الجمهور فدلوقتي ظهرت النوايات الجديدة لكن في الأول في الآخر حتة النقد إحنا لازم نتقبل ولازم نحترمه لأن في الأول في الآخر زماء الجمهور ده بيشيت بينا وبيطلعنا سبع سامة وبيعملنا نجوم وبيكبرنا لازم على المستوى على الناحة التانية نتقبل برضو النقد أو الأوقات اللي الناس بتبقى زعلانا مننا فيها وقت النتائج أو الناس زعلانا لما نقوم بقصرين النقد اللي زعلك أول من الجمهور لا ما فيش حاجة معينة بس طبيعي لما الناس بتنتقدك لازم تزعل أنت بشر وبنقادمه وبتحس فلازم تزعل لكن ما فيش حاجة معينة وخصوصا لما بكون خسرانين أو مش كويسين فلازم نزعل هل في ماتش أنت حاسيت فعلا أنت مش كويس فيه والجمهور زعل منك فأنت كنت زعلان من ده لا ممكن يبقى العكس ممكن يبقى ماتش أنت حاسي أن أنت كويس عمل أنت كويس فتلاقي الموضوع الزيادة عن اللزوم أو الموضوع مش مستاهل لأن أنا كويس أو ممكن يبقى في حد دان هو اللي مش كويس وتحس أنها جات معاك أنت أو أنت مش عارف لأنا كنت كويس جدا حد احنا بنقول لبعض دايما كل واحد فينا بيجيله فترة الناس بتستلموا فبنبقى عارفين أن الفترة دي بتاعت فلان تفاكر الفترة دي؟ طبعا فاكر قلتنا كده ماتش من الماتشاط اللي حصل معاك فيها كده لا مش ماتش بس بتبقى فترة معاينة هو مش ماتش واحد بتبقى فترة مثلا الفترة دي الشناوي الفترة دي سعد الفترة دي وليد فترة دي كريم ندفد الفترة دي فلان معلول فبقى في كل واحد فينا له فترة كده بيبقى التركيز معاك كويس بقى وحش بيبقى فيه كده وفي واحد بيبقى الأمور ممكن إحنا بإلنا بمبعض أنت مش شايف بس الناس مش شايف بس الناس مش شاغد بالحق هو ثقافت التشجيع يعني اتغيرت يا كابتن يعني الأول زمان كان الجمهور كان دايما بيبقوا في ظهر اللاعب لكن إحنا بنلاحظ لو اللاعب نقدر نقول إيه مجهوده قل أو يعني أداءه قل بيهجمه على طول لا بيقفش جنبه يعني هو أصدقى مش قلت هو بالعكس والجمهور هو الجمهور وفي ظهر النادي وبيحب النادي وبيحب اللاعب لكن هو دلوقت حتت أن الناس عايزة المكسب على طول وعايزة الفرقة برقم واحد شدة المنافسة بين الأندية فمخليها محدش متقبل حاجة وده ده الطبيعي خلاص فكور ده الطبيعي أن الناس عايزة تبقى في أحسن حال دايما ودايما كويس ودايما بتكسر يمكن دي مسؤولات أنك تكون في نادي كبير زي النادي الأهلي دايما الجمهور بيكون عايز أحسن حاجة وأفضل حاجة طبعا زي ما بتقولي بالظبط الناس عايزة دايما تاخد كل البطلات جمهور ما بيقبلش الهزيم طبعا فجمهور النادي الأهلي بالعكس وأنا شايف أن دي الإيجابية أو الميزة اللي مخليها النادي الأهلي دايما رقم واحد في جماهير تانية أو أندية تانية ممكن جمهورها بيرضى بالأولايل شوي لكن اللي ساند النادي الأهلي ومخلي النادي الأهلي دايما رقم واحد ودايما عايز يكسبه ودايما شاحن لقابته على البطلات والمكسب هو جمهور النادي الأهلي أنه مش متقبل إلا أن أنت تبقى رقم واحد دايما فدي ميزة